مساء الخير وصلت الموجة الحارة ذروتها نهار اليوم وسادة الأجواء الحارة في عموم مناطق المملكة ووصلت درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان بحدود 41 درجة مئوية نلاحظ بصور الأقمار الاصطناعية ظهور بعض الصحب المتفرقة في جنوب وشرق المملكة أما عن الطقس الليلة في عمان تكون الأجواء أكثر حرارة من المعتاد وتصل درجة الحرارة تقريبا لغاية 26 درجة مئوية والرياح شمالية غربية أما عن الطقس خلال أيام القادمة غدا الخميس الطقس شديد الحرارة في مختلف مناطق المملكة والرياح نشطة خلال ساعات العصر تصل درجة الحرارة لغاية 37 درجة مئوية تنخفض لينا لغاية 24 درجة مئوية أما عن يوم الجمعة تراجع حدة الموجة الحارة المتأثرة فيها المملكة مع بقاء الطقس حارا في عموم المناطق تصل درجة الحرارة لغاية 35 درجة مئوية تنخفض لينا لغاية 24 درجة مئوية أما عن يوم السبت الأجواء حارة نسبيا في عموم المناطق وتصل درجة الحرارة لغاية 34 درجة مئوية تنخفض لينا لغاية 22 درجة مئوية وبهيك بننتقل معكم إلى درجات الحرارة في المحافظات والمدن الأردنية ونبدأ من شمال المملكة بإربد الليل 22 غدا 37 عجلون 35 وجرش 40 درجة مئوية والأجواء شديدة الحرارة أما عن درجات الحرارة في المفرق والزرقاء تصل لغاية 42 درجة مئوية والأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار أما عن درجات الحرارة في الصلط ومادبة 38 درجة مئوية أما مطار الملك عياء لغاية 42 درجة مئوية والأجواء شديدة الحرارة خلال فترات الظهيرة البحر الميت 46 درجة مئوية الطفيل 37 والكرك 39 درجة مئوية خلال فترة النهار إمعان 39 درجة مئوية أما العقبة بتوصل درجة الحرارة لغاية 44 درجة مئوية والنهاية برويشد تصل درجة الحرارة لغاية 45 درجة مئوية والأجواء حارة ومغبرة ملخص التقس في المملكة التقس حار نسبياً الليلة والتقس حار أيضاً ليوم غد وانغفاض طفيف على درجات الحرارة يبدأ من يوم الجمعة وبهيك بننتقل معكم إلى درجات الحرارة لمدن ودول حول العالم موسيقى 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 موسيقى